نرق إلى قضية الصحراء المغربية حيث نجدد التأكيد على موقف دولة قطر الذي ينطلق من إيمانها الراسخ بتسوية المنازعات من خلال الحوار والمفاوضات والوسائل السلمية الأخرى التي تتسق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وفي هذا الصدد في أن دولة قطر تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه في إطار العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة وفقا للقرارات مجلس الأمن وآخرها قرار 2703 لعام 2023 وبما يضمن سيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها وفي هذا الصياح نرحب بالجهود التي يقوم بها السيد استفاندي مستورة المبعوث الشخصي للأمين العام السيد الرئيسة تجدد دولة قطر ترحيبها بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية التي تعتبر صيغة بناء وتمثل أساسا موضوعيا لأي حل واقعي ومستدام لهذه القضية وختاما نأمل أن يساهم مشروع القرار الذي ستنظر فيه هذه اللجنة حول هذه المسألة في الدعم العملية السياسية والوصول إلى حل نهائي وسلام مستدام على نحو يخدم مصلحة الأطراف والأمن ويدعم جهود تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة وكذلك الأمن والسلم الدوليين وشكرا سيد الرئيسة ترجمة نانسي قنقر